هتكلمني على الهدف؟ لا أكلمك على مجموعة القرارات الخاطئة لأنه ده كتاب النهاردة يتعامل مجلد والله لعبت النادي الأهل النهاردة هيكسفه والله العظيم اللعيبة لما تراوح البيت تتفرج على المطش كل لعيبة عمل شوية كرارات في المطش النهاردة مش كل لعيب هم 25 في المهم للعيبة النهاردة كل قرارات بخاطئة كل القرارات بشعة بتتكلم على قرارات في الكرة تفضل رائف قداما عملها كده ليه؟ او عملها ازاي؟ او خد القرار ده عشان ايه؟ لما تيجي تمشي بقى أنا مشيها حالة حالة تيجي كمل بقى خش كرة دهوقتي مع حسين معلش ارجع آسف ارجع الفريم اللي قبله بص 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 كريم يبدو ليك هنا يبدو ليك هنا انه في كام لعيب انا اقدر اعمله الباص سواء الباص السهل او الباص الصعب يعني اخذ قرار سهل او قرار صعب في كام لعيب هنا اقدر اعمله الباص اقدر احطها العلي معلول ناحية الشمال فاضي خالص اقدر احط كرة بينية هنا البرسي تاو اللي مخترق من ناحية اليمين اقدر احط الكرة الافشل اللي معلوهوش رقابة واخيرا احطها الكهرباء ده اصعب قرار لانه العيب قريب منه طب تعالي نشوف عسين عمل ايه؟ عسين ما عمل اشو ايه حاجة كمل بص قدامه ما برهم بين المدافع خمسة متر رحلوا لحد ما الكرة اتقطع لحد قبل من الكرة متقطع هنا ولا تاو متسلل ولا الكهرباء متسلل ولا افشا متسلل ولا معلوم متسلل ومبصاهش لايه حد منهم هو فض الواقف لحد الكرة متقطعت منه رغم ان الكرة كانت في المتناول جدا انه يعملها في ايه اتجاه انفراد من ايه حيط هتروح انفراد ادي قرار رقم واحد روح اللي بعد هنا يعني الطبيعي هنا كريم الطبيعي انا عندي العيب واحد قصير القامة جوه التمنتاشة اللي هو افشا واللعيب اللي بيعمل الكرة بالعرض هو الفرو الطالع نحيه تليمين مجمع معتاو وخد الكرة عشان نحطها بالعرض الافشا طبيعي ايه وانا عندي العيب قصير القامة واقف لوحده لوحده على خطة التمنتاشر اعمل ايه احطله ازاي على الارض على الارض تعال ان بص بقى الكرة تحطه فين ليه ليه يعني ليه انت لا عليك رقابة يا كهرباء ولا حد ضغط عليك ولا حد تعبك وانت بتعمل الباص وشايف افشا بدليل انك باصتها له لا ويقول فيها الاهم بقى انت ممكن ترفاها كده لفوق لو انت مقسم ده مودست اللي واقف فتقول حيحطه له على روسه احسان من رجله لو اي حد اه 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 يعني لو اي حد يجيب برباط رأس يعني بتفهم عجد مسأبور عاسمين مثال مودست يعني طبعا فاللوقع اتفهم ده لكن انت ليه بتدي الافشا ومش الراجل مش مميز في ضباط الرجل الراجل حتى مش مزنوق اكدين مش معملها له تشيب هربه من لعيب الراجل بمنتقى البساطة حطه له على الارض بالعرض ليه اعمل كده ليه اعمل كده ومعليش عارف ان بعليك ضغط او انت في نهاية المباراة خلاص استنزفت بدنيا بتاخد اي قرار بتاخد قرارات صعبة او قرارات اه بس هو تعب اللعيد تعب فمش قادر يفكر او معندوش خلاص الجهد الذهني بتاعه خلص فتلاقي كرة تعملت بالشكل ده وطبعا يعني افشة ما اجتلوش كده فعملها لعيبها على عيبها بلغة القراءة ليه جد دربات الرأس فتراحب بالشكل ده اللي بعده اللي بعده حسين الشحات بطل القرار الغريب جدا الاولاني كان حسين الشحات قرار رقم ثلاثة بطلو حسين الشحات برضه هنا الطبيعة كريم الطبيعة عامل ايه وهبالك كمان مزاول عكسية هديها البرستاو هديها البرستاو ده اسهل قرار اسهل قرار اعمله لا هو كالعادة خد القرار النشود هنا في غلطة مركبة قرار ثم سرحان من الدقيقة واحد للدقيقة 96 سرحان اوفصايد غريب غريب كل اللاعبة اللي هي بنبص على اخر مدافع ولا واقف كاشف نفسي طول الوقت كهربا تاو اي مودست اي حد كم موجود اللاعبة مش مركزة ابدا ابدا في ضبط التسلل كرة بتتلعب السهلة من الاول متأخرة سريعة اللاعب يقع في التسلل وشوفنا كهربا سجل هدفين واتلاغوا بسبب قصة التسلل فهنا لما حسين سدد لما حسين قد قرار بتاع التسديد كان اللاعبة خلاص دخل التسلل كامل ده قرار كالعادة كالعادة بنتكلم على القرارات درام ربيعة لعيب مدافع لعيب مدافع الكرة جايله على لعيبها زي ما بيقولوا فانت عندك حاجات كتير قوي ممكن تعملها غير انك تعملها بالشكل ده غير ان هو يحطها بشمال هو لعيب مش اشوال الرجل والشمال ضعيفة كامل بس هو ايه هو ايه احطها زي ما تيجي حتى بص شكل الكرة شكل القدم ارجع تاني معليش الفريم اللي قبله شكل القدم الكريم الكرة متاخدة من تحت هو خدة برجل الشمال لان هو ما عندوش كنترول على رجل الشمال زي رجل اليمين فحط الكرة بالمنظر العجيب ده كامل اللي بعد اللي بعد ده كورة تاني اه دي قرار اتنين تلاتة انا عندي واحد اتنين تلاتة تلات لعبين منهم اتنين فاضين خالص خالص عندي افشة واقف فاضي حسين واقف فاضي كهرباء لو كرة لعبت له طبيعية لان هو هنا كهرباء عمل نقطة جيدة عمل عملية الحجز وحجز المدافع وراها يعني هو عمل دوره كمهاجم كرة تحط له على الارض وخلاص محدش هيدايقه ولو عايزي دايق هياخد ضرب الجزاء كمل اللي بعد شوف عملية او حطه فرج المدافع ما عملش اي حاجة من المفروض يعمله كارباء حاول انزله تحت مفيش حسين افشة كل اللعيبة واقفة والقرار كالعادة هو القرار الوحيد الغلط هو اللي عمل اي حاجة تاني غير كده هيعمل القرار الصحيح ده القرار الوحيد الغلط اللي بعد كالعادة كمل فريم كمان بص من قبل محسين من قبل محسين ارجع معلش ناس في فريم القبل بص كريم من قبل محسين يسدد بص كهرباء طيب فين من هنا ده من قبل ما يسدد مش هقولك سدد وهو يتأخر في التزديد فلبسه التسلل لا ده من قبل ما يسدد دتين قرارة لو هو عايز يدي الحد الكرة مفيش هم اقفلوا عليه كل حاجة اقفلوا عليه كل حاجة مدروش حلو غير انه يسدد طب سيبك من دي طب هوا خلاص هم عارفين هو اخي القرارة التزديد طب سدد وهكورها ترتد زي ما ترتد دلوقتي انت هتعمل ايه انت واقف في القفصايت بتعمل ايه انت مش موجود انت مش موجود انت مش حاضر ذهنيا ان انت تبقى كشف التسلل لا انت طول الوقت مريح وخلي بالك في فرقة بتلعب على القفصايت راب او مسات تسلل سمبي وكتش بيالعب مسات تسلل اه انت بتوع لوحدك يعني هو مش بوقعك فيها انت بتوع لوحدك اه انت شايف كمية القرارات الغلط في شوق واحد كمية القرارات تغرق تغرق فرق مش تغرق فريق واحد ولو المباراة دي المنافس فيها مختلف الامور النهاردة كانت صعبة على النادي الاهت ما بالك ما بالك لو فرقة بقى عندها حتى نفس المشاكل لكن هجوميا اقوى بكتير الامور كانت تبقى صعب بكتير اكتبقى كارثة لو انت بتلعب سانداونز بالشكل لا كانت تبقى كارثة هنا كريم ايه الصعوبة في اي قرار هيتاخد يعني اي اي حد يبص على الصورة حطها الافشة حطها الافشة حطها التاو هعمل اي اي قرار هاخده هو صح والدفاع الدفاع بتاع سنبي مفيش سازاجة اكتر من كده يعني هو الراجل اللي هو العيب اللي على قصة ال 18 ده كريم بمعملش حاجة لا التلاتة اصلة التلاتة فضع غلط يعني كله غلط يعني الافشة مسوك ولا تاو ممسوك ولا كهربة نفسه الراجل بيضغط عليه بالظبط يعني اللي بعده خاطر الفريميل اللي بعده عند المدافع اللي في النص اصلا اصلا ايه ما تبصتش اصلا مرحبش مشي اتنين متر ام اللي بعده اللي بعده هنا قزمتي ما كانتش القرار قزمتي كانت التنفيذ هنا تاو قطع بشكل ممتاز من الجناح اليمين دخل فرود قطع عمل افرلاب مع كهرباء كهرباء هو رايح في اتجاه البعيدة وقطع تاو على القريبة لكن سبق الكورة انا مشكلت هنا في التنفيذ ومشكلت تاو النهاردة كانت في التنفيذ وضع واحدة وحش ضع اتنين وحشين قوي النهاردة قوي واحدة شوط الاول حطها في الساعة والتانية شوط التانية جي وقفة ما وقفتش كرة خبطت في رجله كان كروس انفراد من حسين الشحات جي وقفة ما وقفتش هتيجي بعد شوية فهينا عالي معلول هات الفريميل بعده عمل كروس ممتاز تاو قطع بشكل ممتاز لكن بصوا منظر بصوا منظر التنفيذ بتاع كرة رقصية جياله في ارتفاع ممتاز ورجل يحطها بالشكل ده ليه؟ لانه سبق الكورة مش لانه لا يجيب درابات الرقصة لانه سبق الكورة فلما سبق الكورة التنفيذ بتاعه بتاع الدربة الرقصية كان سيء زي ما انت شايف اللي بعده طيب هات الفريميل بعده دا كروس التعامل من العالي معلول عندي اتنين لعيبة فضيين اتنين لعيبة فضيين الكهرباء هو مرحل تحت الكورة فالكورة رجع وراه فهو اضطر يرجع بالوضع التشريحي ده اللي هو لو كريستانا قده مش يحطها لانها وراه خلاص الكورة رجعت وراه فلما يطلع بالوضع التشريحي ده فيه وراه لحيب سبها له حتى هو بيكان بيكلم تاو فيه لقطة بس عشان معناش الفيديو فيه لقطة بيكلم تاو فهو بيقوله بيقوله تكلم هو كهرباء بيقوله نديني فبيقوله انا قلتلك يعني تاو بيرد عليه بيقوله انا قلتلك انه انا نديت عليك عشان تسيب الكورة ما سبتهاش تلع ركب الكورة بالشكل ده برضو هرجع اقول تاني ده عدم وعي بالمكان وعدم وعي لان انا بكلم عالمكان بكلم عالمكان وانا شايف زمالي فين وشايف المنافسين فين فان هنا لا شايف زمالي فين ولا اعارف انا واقف فين يلا اللي بعد يلا اللي بعد انت ناوي تعمل كتاب لا ده كتاب والله كمل بص دي كرة بقى بتاع كتابه اللي انا انا فضلت وقف قدامها كتير وانا بفرج على المطش مش تابه خالص بص نموذج كروس نموذج اسقاط نموذجي من حسين الشحات الكرة بنزل في الثمنتاشر كمل كمل الكرة هنا عشان طبعا بص يعني ايه يعني انت عايز ايه يعني ورايح له برجلك اليمين ليه ايه دي بقى انا وانا بفاجة النهاردة قلت كده هي عادي جدا بالشمال وتحطها في البقية وكل حاجة سهلة فيها لا والاسقاط ممتاز قوته ممتازة وارتفاعه ممتاز والتحرك برس توقع عظيم وهو قطع بشكل ممتاز انت رح له برجلك اليمين ليه زي كورت الشت الاولاني معرفش احنا خديش يعني هتيجي معانا هنلحق ناخدها قال لا لكن كورت الشت الاولاني برضو رايح لها بتشتها برجلك اليمين ليه انت رجلك شمال ايه المميزة بتقطع على الكرة سواء هتوقفها بقى كريم مش محتاجها توقيف هتحط على طول مرة واحدة في الجون بس انت سواء هتوقفها او سواء هتحطها على طول بتحطها بالرجل الضعيفة ليه ده قرار وعدم جهزية برضو اللي بعد يعني اي حاجة اي اي حاجة ان الكرة دي مسلا الجون يطلع ياخدها هتقبل الموضوع ان يحطها فتغبط في المدافع هتقبل الموضوع انت عارف كرة دي راحت فينها كريم رمي التماس كرة دي تعمل الكروس بلونة فوق مش عارف كروس بلونة ليه ليه الكرة فوق اهناك ايه ليه حتى كهربا بيبصلوا ايه ليه فين الضغط اللي عليك اما تحط الكرة وبعدين دي الرجل تاني انت عمال يا تاو مصمم تلعب برجليك ليمين بتعمل ايه دي برضو كروس برجلي مين مش معدولة معاك مش قادر تعمل كروس جيد ارجع تاني زي ما انت بتعمل في المعتاد وحط الكرة برجليك الشمال لكن الكرة قادل كروس ايه اللي بعده او دي الكرة اللي احنا جبناها من شوية من شوية يا كريم بتاعت انه دي من اولها بقى دي الكرة اللي جبناها بتاعت التزيدة بتاعت حسين اللي كان كهربا وتاو فيها مش تسلل فانت بتتكلم هنا على انه اي حل من الحلول كانت اوقع لحسين منها انه يبصيها التاو ومنها انه يحطها الكاربا على طول لكن حسين قرر انه يحطها في الساعة بيش في حال تاين اعتقد ان احنا خلاص دي بس الحالة دي كنا جايبناها تفصليا اللي بعده اللي بعده اعتقد دي من ضمن الحالات برضو كمل تاني كمل مشيها بقى مشيها على السريع يعني فعليشان احنا طويلنا اوه في موضوع موضوع كاربات الغلاط كل دي حالات مختلفة على فكرة كل اللي احنا جايبنا في ده حالات خاطئة مختلفة ده اعتقد كده خلاص دي كورت الهدف